ده إن شاء الله اللي يتأكد واللي يتحقق لأنه إذا كانت كبوة وإذا كانت هزة وإذا كانت جملة اعتراضية حدثت فأعتقد كل ما يبذل من جهة يؤكد أن الأهلي يسير وبقوة في اتجاه الخروج من هذه الكبوة سريعا إن شاء الله كابتن سيد عبد الحفيز النهاردة اجتمع مع مؤمن زكريا نجم الفريل قال الاتفاق على تجديد عقده وقال سيد عبد الحفيز إنه فيه تلاقي تام بينه وبين مؤمن وفيه اتفاق بين كل الأطراف على ضرورة بقاء لعب مهم في النادي الآلي عنده الرغبة أن يظل في ناديه وبالتالي قال الكابتن سيد عبد الحفيز إنه بصدد تجديد عقد مؤمن بعد الانتهاء من مباراة بيت روجيت اللي هتكون مساء السابت إن شاء الله بص سيد إبراهيم الكابتن مؤمن كان فيه جلسة وأعتقد إن الكابتن سيد عبد الحفيز أيضا سيتولى موضوع صالح جمعة كابتن صالح جمعة وهو قادر على حل الموضوعين ودول الإضافات قوية وبإذن الله الأهلي كلنا حطين إيدنا في إيد باع كلنا نسين باع كلنا ولما قول كلنا كل أولئك الذين عشقوا الأهلي وتربوا وترعرعوا وخدوا من خيروا سمعة وطرف ودلع وكل حاجة لا نسسني أنفوتنا له في رقبنا جميل هائل تحت أي ظرف من الظروف سنؤديه وبكل الإخلاص يمكن زملنا الأستاذ محمود المخبازي في الإعداد دلوقت بيقول لي حالا مؤمن زكريا مشاير صورة له على تويتر وهو مع مدرب الأحمال في الناد الأهلي حسين عبدالدايم وكاتب قادم بقوة معاك يا أهلي إن شاء الله إن شاء الله حطت صورتين لتدريباته البدنية مع حسين عبدالدايم وده زي ما قلتلكم بداية أجواء الإنفراجة ما عرفش ده كواليس ولا مش كواليس لو قلتلكم من حوالي 3-4 أسابيع تقريبا قبل ما تشتراجي كنا نقشنا موضوع مؤمن وتجديد عقده وبعد الحلقة تواصل معايا وأنا عارف إن مؤمن علاقته بالأهلي من وهو طفل لأنه تقريبا سافرنا مع بعض كان هو لسه يدوب في مدرسة الكورة عشر سنين تقريبا هو وجيل بتاعه كانوا مشاركين في دورة في فرنسا ومن وقتها أنا عارف علاقته بالناد الأهلي وارتباطه بالأهلي حصل اللي حصل وسافر وأعير ورجع إذا كان فيه بعض الظروف في الفترة اللي فاتت لكن أعتقد جلوس الكابتن سيد عبد الحفيز معاه واهتمامه ببقاء مؤمن في الصفوف الأهلي زاد كثيرا من تدعيم قوة الفريق خاصة إنه مسجل وخاصة إنه عنده من الخبرات لا ينقصه لبعض التدريبات البدنية اللي بدأ بيأديها لدرجة إنه البعض تحدث إنه مؤمن ممكن يبقى جاهز لمبارات بيت روجيت لكن في الأول وفي الآخر الأمور كلها متروكة للمدير الفني الكابتن محمد يوسي أنا قابلته بالأمس في الناد الأهلي ويعني حسيت منه قدهيه وطواق يخلص بقى وعايز بقى يركز في استعادة مستوى أيضا من يمكن الأخبار المبشرة لجمهور الآلي إنه وليد أزارو نجم الهجوم وهدافه قام بتدريبات اليوم كاملة وبشكل طبيعي بعد تخلصه من ورم في وش الرجل وبقى جاهز للمشاركة في المبارات القادمة ممكن يكون في الصورة في مبارات بيت روجيت إذا ما رأى الكابتن محمد يوسف هذا عارفين إنه أزارو غاب عن نطش المولين لهذه الإصابة يغيب صلاح محسن لكن عودة أزارو هي عودة مهمة وقوية ويحتاج الفريق جدا 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 صلاح محسن نضم لمستشفى الأهلي لأنه أصيب في المبارات الأخيرة بتمزق من الدرجة الثانية حسب ما الأشعة بينت تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضمة هيحتاج لخمس أسابيع إن شاء الله يرجع بالسلامة لكن عمر السلية الحمد لله شفية تماما وبدأ دخول تدريبات الكرة الجماعية مع الفريق ويكون جاهز للمرحلة اللي جاية للحقيقة لو قلتلكوا تواريخ المطشات المضغوطة اللي جاية هتتخضوا لا لا هيلعب مع بيت روجيت يوم السابت اللي هو يوم واحد بعد كده هيلعب يوم خمسة وهيلعب يوم تسعة ويلعب يوم أربعتاشر ويلعب سبعتاشر ويلعب واحد وعشرين ويلعب ستة وعشرين ويلعب يوم تلاتين دول على التوالي يعني من واحد لغاية تلاتين الاهلي عنده اتنين أربعة ستة تمن مباريات خلال شهر الديسامبل اشتركوا في القناة